اشتركوا في القناة تسعتاشر المؤتمر الشباب اللي عندنا هنا في روما ربنا نخليك لنبونا عزين نعرف من قدسك امتى عرفتم المؤتمر رهيبا في إيطاليا وازاي بدأته التحضيرات احنا عرفنا السنة الفاتت في مؤتمر الشباب الـ 18 اللي كان في اليونان وبدأنا نجهز لهم من السنة الفاتت نيفت الحبر جريل الان ببرنابة والأباء الموقارين بدأنا نجهز للمؤتمر لغاية المكان الجميل بتاع الرهبانة الكارماليتية بتاعت الكاتوليك ومكان جميل زي ما تشوفتو بيسيا لحوالي 700 شب وبدأنا نجهز كل حاجة فيه بكل ممكنات اللي فيه الجميلة أبونا شعار المؤتمر السنة دي هو اللحظ نفسك والتعليم ودوم على ذلك ممكن قدسك تقول لنا نفسها صغيرة عن الشعار دا؟ طبعاً الشعار دا اختاروا سيدنا الأنبى موسى الأسقف الشباب الرجل العظيم اللي محبوب من الكل والاستف طبعاً اللي شغال معه الشعار دا طبعاً جميل لإني لاحظ نفسك أو نقطة الإنسان نفسه والتعليم اللي هو التعليم الكنسي فالإنسان البداية الإنسان المسيحي الأول لاحظ نفسك إن أنا أشوف نفسي أدور نفسي كإنسان مسيحي أشوف نفسي أنا ماشي فعلاً في خط المسيح ماشي في طريق المسيح زي ما قال الساد المسيح أنتم نور العالم أنتم ملح الأرض فلاحظ نفسك والتعليم إن أنا أكون ماشي حسب التعليم الكنسي اللي الكنيسة ربتنا عليه من خلال الكتاب المقدس من خلال الكنيسة من خلال الحياة المسيحية اللي أنا بقدر عيشها في حياة الداخلية وحياة الخارجية بره في العالم طيب يبوني سؤال مختلف شوية يعني أدسك بقى لك في أوروبا حوالي أكتر من 30 سنة إيه هي العادات اللي احنا ممكن نتعلمها من الأوروبيين ونستفيد منهم فيها أنا بقى لي هنا من سنة 88 موجود في إيطاليا في الحقيقة الأوروبيين أو الإطالين بالذات فيهم ميزات جميلة جدا أهم ميزة عندهم محترام الوقت الأمانة النظافة الحياة اللي ما فيهاش كمان رياء يعني حياتهم هنا يا أبيض يا سود الإنسان ما عندهش هنا رياء تلاقي مثلا الإنسان اللي عايش في حياته مع ربنا فعلا عايش مع ربنا والإنسان اللي بيضع ربنا تليه فعلا بيضع ربنا ما بيعركش بين الفرقتين ودي نقطة أفتكر محتاجينها اليومين دولة كتير قوي لأن في ناس يعني يعني يمكن نحيا من ناحية الكنيسية مضربين بالنحية يعني لاستفاترا أو باردا فنموزم على نطاق من فمي نسبة كبيرة فينا يعني فيها النقطة دي إنما هم معدوم الحياة يا ماشي مع ربنا يبيضع ربنا ودي نقطة جميلة أوفعتهم يعني غير الشغل والوقت والحاجات الجميلة اللي ممكن نكتسبها منهم يعني شكرا لكم وشكرا لقناة ميسات على محبتكم وتعبكم معنا وربنا عادكم ودائما في انتشار ودائما في الظهر دائما يا رب شكرا بسم الله أبو الإبن وراحة القدس الهلوحد أمين في الأول منشكر قناة ميسات أن هي تصور لنا الحدث اللي احنا بنعمله السنة دي مؤتمر الشباب الأوروبي التسعة عشر المؤتمر دوت بالنسبة لنا كشباب بنخدمهم في أوروبا مهم جدا لأن الشباب الأوروبي يختلف عن الشباب في مصر في بعض الثقافات الثقافات هنا ثقافات قريبة من بعضها قوي التعارف في نهوات بيبقى سهل صحيح اللوات مختلفة لكن بيقدروا يتواصلوا مع بعض عن طريق الثقافة والكالشير بتاعهم القريب من بعضه الشباب بيهتموا جدا أن هم يزوروا بعض في أوروبا مسافات وسيارة قوي فبيعملوا لقاءات وتعارف في نهوات علشان يبقى فيه صداقات بينهم ويصير فيه ود من كل الأبرشيات اللي موجودة في دول أوروبا المختلفة علشان كده بنهتم جدا بمؤتمر الشباب دوت بنتعرف على أفكار الشباب شكلها إيه علشان يبتدي نعالجها في الخدمة بينهم نفسهم في لقاءاتهم وتعارفهم على بعض بيتعرفوا على الثقافة القطية بتاعتنا اللي تبقى مغروسة في نفسهم وفي نفس الوقت يبقوا متمسكين قوي بالطية بتاعتهم وبالعقيدة القطية بتاعتهم علشان كده بنقربهم بالمسافات القريبة ديت ان احنا نحطوهم في المؤتمرات ديت يبقى ليهم لقاء سابت كل سنة الولاد كتير من كل شباب أوروبا بيستنوا الحدث دوت وبيسألوا عليه من ست شهور سبع شهور فاتوا يبتدوا يسألوا المؤتمر فين السنة دي علشان يبتدوا يجهزوا نفسهم ويعدوا نفسهم علشان يجوا يقدروا يحضروا المؤتمر دوت ويتعرفوا على وجوه جديدة صدقات جديدة صدقات ابطية كلها صدقات لها نفس الكلتشر نفس الاسلوب نفس الثقافة وفي نفس الوقت حتى لو كانت اللغة مختلفة وفي نفس الوقت تبقى النفوس قريبة من بعضها علشان كده بنعمل المؤتمر دوت وبنهتم بيه جدا جدا والسيدنا أمبى موسى مهتم جدا بالموضوع دوت كل أسقفة أوروبا كمان بيتمنوا ويهتموا جدا بالمؤتمر دوت علشان كده بيبعثوا لدهم وأحيانا بيجوا وهم كمان بيجوا معهم كمان علشان يتعرفوا على كل الولاد الموجود الولاد الموجودين بنلاقي بعض الأباء الكهنة كمان بيحضروا معنا وبالذات كهنة الشباب علشان يقربوا المسافات بينا وبين بعض ككهنة بيتقرب المسافات بنا وبين الأسقفة نتعلم منهم إزاي تكون الخدمة بخبرتهم الطويلة كمان بنتعلم منهم إن هم إزاي يوجهون لخدمة الشباب بطريقة تانية مختلفة عن خدمة الشباب في أي حتة تانية في العالم يختلف أوروبا عن أي مكان تاني في العالم كمان المؤتمر دوت بنستنى وبنقول إن احنا بنعمله علشان يبقى فيه تعارف أكتر بين الكهنة وبعضهم علشان يقدروا يحلوا زي ما قلنا كده يحلوا المشاكل الموجودة مع الشباب ونبتد أن نتبادل الخبرات في المؤتمر دوت بيختلط الشباب بالأباء الكهنة وبيختلطوا بالأباء الرهبان بيتعلموا منهم حاجات كتيرة وبيخرجوا بذكرة كويسة جدا يخليهم كل سنة مشتقين إنهم يقالينا لقاء دايما مستمر بيهم كل سنة نتعرف بحضرتك أهلا وسهلا أنا ماركو ناشت خادم بكنيسة روما للشباب أستاذ ماركو ممكن تحكي لنا عن الدول المشاركة وأعداد الشباب المشتركين في المؤتمر أحنا حوالي 13 بلد بإيطاليا عشان فيه ناس جاية من ميلانو يعني كده وفيه شبابنا احنا هنا العدد حوالي 400 ممكن تقول لنا بعض الدول المشاركة من 13 دولة؟ هو فيه طبعا إيطاليا فيه فرنسا فيه اليونان فيه فيه فيهولندا فيه المانيا طبعا فيه سويسرا فيه أوستريا وفيه كمان نجل الناس شرفتنا من مصر وفيه إنجلترا يعني أغلبية دولة الأوروبية جاد كلها يعني أستاذ ماركو إمتى بدأت التحضيرات للمؤتمر؟ وإحنا الصراحة التحضيرات ابتدناها من ساعة مساءنا لما برنابة أكد علينا أن حيب المؤتمر هنا إن شاء الله يعني في الوقت الحال ابتدناها من شهر تسعة يعني إحنا أول معرفنا انبساط أولا انبساطنا جدا فرحنا وكان نفسنا نقدم أحسن حاجة ممكن فإحنا ابتدنا على طول في التجهيزات من شهر تسعة ووادينا غد دلوقتي موجودين يعني المساء الخير متعرف بحارتك؟ أهلا أنا كرولوس هارون من كنيسة مارجرجس بروما أستاذ كرولوس ممكن تحكيلنا إمتى بدأت التحضيرات للمؤتمر؟ احنا أول معرفنا من أنبا برنابة أن المؤتمر يبقى في روما فابتدنا نجهز نفسنا يعني ونقسم نفسنا بس هو التجهيز الجامد يعني ابتدى بعد ما لقينا المكان في شهر ثلاثة كده وإيه كانت أصحب حاجة في التحضيرات للمؤتمر ده؟ وطبعا خدنا وقت كبير أبل ما لقينا مكان مناسب عشان لقينا كذا مكان مختلف بس ما كانش مناسب قوي للعدد وكان زوم يعني ليبقى في مؤتمر يعني كده واجتماعات فكان أطول حاجة يعني للمكان أخدت وقت كبير يعني بنشكرك كتير يا سيدنا أهلا بك ومعينا دلوقتي أدسى أبونا أنتونيو جيمي كين كنيسة ماري مينا والبابا كورولوس في روما بنرحب بك أبونا أهلا بحضرتك أهلا وسهلا عايزين يا أبونا نعرف إمتى أدسى كعرفت أن المؤتمر هيبقى في روما وإمتى بدت التحضيرات عرفت من نهاية المؤتمر بتاع السنة اللي فاتت دايما المهندس إبراهيم سمك بينظم فكرة جميلة جدا أنه مع نهاية المؤتمر دايما بيكون حصل اتفاق على الترتيب للمؤتمر البعدي فتقريبا مع نهاية المؤتمر بتاع السنة اللفت أبونا التحضيرات بيبقى فيها حيات كتير جدا عايزين نعرف من قدسك إيه أهم التحضيرات وكان إيه أصعبهم التحضيرات طبعا بتبقى حاجات مهمة جدا لأن طبعا إحنا بيبقى معانا عدد كبير جدا من الأباء لصقفة ضيوف ومن الأباء الكهنة والخدام والخدمات والشباب والشباب طبعا اللي هم بيجي من كل أنحاء أوروبا طبعا بيبقى قدامنا مشكلة أو يعني حتة مهمة جدا بنراعيها إن احنا بنحاول ندور على مكان المكان ده طبعا يكون المساحة اللي فيه كافية لإستضافة العدد الكبير من 600 إلى 800 شخص وكافية كالنحية الفنية قاعة المؤتمرات الكنيسة وسائل الانتقال من المكان ده للبلد أو للمطار وفي نفس طيب إحنا يعني بيجي مئات الشبان من دول كتير من 13 دول اللي عرفنا وكمان عرفنا إن هم بيجوا مخصوص بس عشان المؤتمر وبياخدوا أجازات من شغلهم ومن دراستهم إيه هدف التجمع الكبير ده كل سنة؟ طبعا ده تجمع بيعتبر رئيد سنوي للشباب اللي أباطوا في أوروبا وبصراحة كلنا بنفرح جدا لما بنقابل ولادنا وبناتنا الشباب اللي هم الجيل اللي هيشيل الكنيسة بعد كده ويتعرفوا على بعض ويبقى فيه صداقات حتى مع نهاية المؤتمر بيتواصلوا بعد كده عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وكل سنة بيدوروا على بعض يبقى فيه نوع من المشاركة والصداقة اللي بتستمر والحاجة التانية طبعا بروح الشباب الحلوة طبعا أن كل شباب بتاع كنيسة أو بتاع دولة بيحاول أن يقدم حاجة جميلة زي ما حضركم شفتوا الفيديو اللي اتعمل جمع 19 سنة كلهم وجمع كل الأباء اللي خدموا في المؤتمرات دي وجمع كمان المعالم الصحية بتاعت البلد فبصراحة كان فيديو جميل جدا حصل نوع من المنافس عليه أتمنى السنة الجاية أن هما يدروا يعملوا حاجة أحسن من ده أتسابون أنتوني جميل بنشكر أتساك كتير للمحافظة أتساك العفوة العفوة شكل خاص وشكرا لتعب ميسات ووجودها معنا وفعلا بنحس أن هما بيوصلونا وبيوصلونا مع أهلنا في مصر ومع الكنيسة في مصر بحيث أن يبقى فيه دايما ترابط ونعرف أخبارهم ويعرفوا أخبارنا يتطمنوا علينا ويعرفوا أن الكنيسة الممتدة خارج مصر كنيسة نكحة كنيسة قوية كنيسة فيها روح وحياة أهلا بحضرتك نتعرف بيك ديفيد توفيق من كنيسة ماري جيرجس بروما حضرتك أحد المناظمين المؤتمر ممكن تحكي لنا عن شهورك بعد الدحتيرات والترتيبات دي كلها وأنك تشوف كل الناس جاية والنجاح بتاع المؤتمر طبعا دي أول حاجة باركة كبيرة لنا طبعا إن احنا نكون نستضيف كل إخواتنا من جميع دول أوروبا طبعا مش هنكر إن كانت صعبة شوية في البداية محتاجين طبعا نزام كتير وكده بس بقوة ربنا وبرشاد الأنبابرنابة طبعا وكل الأباطيك هنا بتاعته الأبروشية بتاعتنا الحمد لله يعني عرفنا إن احنا نتسيطر على الإيفنت يعني كله أهلا ممكن اتعرف بيك مينا شايمي من كنيسة ماري جيرجس بروما مينا انت أحد المناظمين المؤتمر ممكن تقول لنا دورك إيه في تنزيون المؤتمر أنا في المجموعة اللي مسؤولة عن كل نشاطات المؤتمر من حفلة الافتتاح لحفلة الختام وكل الفقرات اللي في النص زي الوركشوب والألحان الترانيم أو لو فيه أي بلد عايزة تقدم حاجة لنا في المؤتمر أنا مارينا صفوت خدمة من جروب الاستقبال في المؤتمر الشباب أنا من كنيسة ماري جيرجس بروما هنا في جروب الاستقبال حاملنا من المبارح نستقبل الناس بصورة كويسة ونبقى في خدمتهم وهنفضل خدمتهم ترات يام لجاية المؤتمر ينتهي والحمد الله نوصل لنا رأي الناس موسوطة ومن الخدمة بتاعتنا ويا رب نشرف الأمام النابة وبنعمة ربنا المؤتمر يخلص على خير أنا اسمي ناردين لويز من كنيسة ماري جيرجس بروما أنا كنت مسؤولة عن تنظيم الاستقبال بتاع الشباب اللي جاي من برا ويعني الحمد لله عرفنا أني سيستم كله زي ما الناس كتحبوا وكده كانت فرصة حلوة نعمل حاجات مختلفة مش متعودين عليها ونتعلم حتى خبرة لحياتنا وإزاي نحاول نستحمل الاسترس والضغوط والسوربايز اللي ممكن نلاقيها يعني كانت مهمة لنا برضو كنمو في حياتنا كانت حلوة كمان علشان لقينا قراء بوزيديف من ناحية شغلنا ويعني كان مهم لنا عشان كان بيشجعنا نحنا نكامل وكان بيشجعنا نحنا نحاول نحسن على طول من شغلنا فده كان بنسبانا يعني كان حاجة جميلة خالص وشجعنا على طول ان نحنا نكمل على اللي أحسن أنا كرولو صفوت من كنيسة ماري جرجس في روما أنا هنا في المؤتمر في الجروب بتاع السيكوريتي أو ممكن نقول عليه كمان يا سواس هنا بننظم كل حاجة للأباء والحضرين معانا هنا بنعمل يعني زي بننظم كل حاجة زي القوض والمطبخ والوركشوبس وكل الكلام دوتو الألعاب والفري تايم شغور جميل جدا نحنا هنا مع الأباء كلهم مع الأساقفة والأمبابية من الأمباب برنابة والأمباب موسى وكل الأساقفة الموجودين معانا بنشكر كل اللي يجوهم هنا وشاركوا معانا في المؤتمر دوت نحن نقول لهم يا ربي يستمتعوا معانا ونقدمنا حاجة حلوة لكل الشباب بتاع أوروبا أنا اسمي إليان وحيد بنكي اسمي ماري جيرجيس فروما أنا جزء من الكشافة اللي بتنظم المؤتمر نحنا بننظم مكان الاجتماعات الصالة اللي بيأكلوا فيها بنظلم أنشطة ساعة في وقت المؤتمر مثل الوردشوب وكده هي تجربة حلوة لنا نحن مبسطين بوجودة الأعباء والأساقفة ومحاجة من جيدة العامة والأساقفة ومحاجة عملا نحن نحن في لعضل أحد أخرى أنا بنوب أنا أريد من الجزء من جزء يا ربي في هذا المؤتمر لا تريدون أننا بجزء من جزء أشعر بالنسبة للمؤتمر sait أنه تحارب أن يجب من الجزء che vengono dall'Europa siano contenti dell'organizzazione e di quello che noi stiamo facendo un'altra cosa vorremmo che il nostro Vescovo sia contento di noi del lavoro che stiamo facendo per lui, per noi e per la nostra Chiesa per come rappresentiamo la nostra Chiesa e speriamo che alla fine di tutto questo tutti siano contenti e che escano da qui con lo scopo che noi vorremmo fare arrivare a tutti i ragazzi Buongiorno, io sono Mario George sono del Diocese della Suisse e del sud della Francia che appartiene a Mgr Luc e io vengo qui ogni anno a la Conferenza dei Jeunes per provare dei Vesco che ci riconoscono e che ci riconoscono e che ci riconoscono e siamo venuti a Rom per vedere la belle ville e per essere accogli per Mgr Amba Bernabe e anche Mgr Amba Moussa e ci riconoscono 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 perché tutte le persone che lavoranno e ci riconoscono che abbiamo tutti i ragazzi e ci hanno ヤwork F اشتركوش اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة